بقى أنا أبعوضه مجل الشعب ليه لأ نقصك إيه؟ ده إحنا طول ما بنلف مع يوسف الهلباوي والناس منهاش سيدا غيرك غريبة، معين أنا ما كملت السنة هنا ها بس الجاب يبقى من عنوانه أنت معاملتك كويسة ولسنك حلو مع الناس يا محمود ياسبك من ده كله المهم إيده فرطة وبيقفشوا منه ويرفعون سبع سمة بس من إمتى بتهتمي بالسياسة يا عم؟ كل وقت ولو أداني يا حودة إحنا شغلنا بيكبر محتاجين باكينج، أي ضهر بدل ما بنجيب الغريب، بنزوقه، والنصابه على حسابنا يبقى القريب قوي ها أيوا بس أنا أملياش في اللعبة دي، ما فهمش فيها ملا ما أرز يا حودة ليك في إيه بالزبط؟ بيع محصول الفاكهة طول السنة تصرف منه؟ أيوا فل أنا مرتاح كده الحمد لله تسمع مني ولا تقول لي ملكش دعوة زي المرة اللي فاتت؟ قولي عمي فتحي أنا مش هقول لك إن العضوية وجهة وحماية لإني عارف إن كل دا ما يهمكش بس برضو فيها فايدة للناس، ومدام قادر يبقى حرام عليك يا حنيت قلبك يا فتحي جرلك إيه يا عم محمود؟ أنت كلش واحد تتحك لنا إيه دا عم فتحي؟ بكرة تكبر وتتعلم كل حاجة ما تستعجلش؟ تفهمني يا محمود؟ أنا ممكن أجيب لك واحد يكتب لك الدكتورات في غمضة عين وتبقى الدكتور محمود على سن ورم عشان تفرس اللي ما لبالك ها؟ أنا عايزك تدورها في دماغك وتتمعنن فيها على رواءة الدائرة بتاعتنا، وبعدين دي كلها منافع أفكر في إيه بس؟ أنا ما صدقت هيريتم البزنس، أرجع لوجع الدماغ دا تاني، جرأي يا عمي؟ وربنا أنت ماليك في الطيب نصيب يا حوودة، ها؟ ها؟ قليك قاية تهيرا كتب لحد ما تتجنن طب شفت الإعلان بتاع شركة حسن؟ الله هو أكبر، اسكت يا دا يا فاتحي محسنش الميلة لنا أصحابه عارف لمينا كام مليون لحد دلوقتي دا الناس بتضرب على باب الشركة الله، فيها يا عم حمور؟ الله، وهو كل شوها هتتحك لنا؟ طب المرة اللي فاتت ضحكت عشان القفل اللي جانبي دا ما عارفش السبتة بتقدر تقولي بتتحك ليه دلوقتي؟ ولا حاجة يا عمي، ها؟ ابن أخويا طالعلي ها؟ ها؟ أنا مش هتنأفهمي اللي بيحصل دا؟ أبوس إيدك هدي نفسك، لو جرلك حاجة محدش هينفعل البنت دي عايزة إيه مني أكتر من اللي أنا عملته معا؟ راح جابت له واحد من عنده الشاطر وقالت لي أتجوزه ورفضت لما لقيتها مصررة قلت خلاص، غصبت على نفسي قلت له يا بنتي لو في أمل واحد في المليون إنكوا تنجحوا سوا يبقى من حقك إنك انت تتحاولي حاولت وفشلت، عايزة مني إيه تاني أكتر من كده؟ كل كلامك مظبوط، ومحدش يقدر يلومك عليه إنما هي عايزة ترجع له يا عبد المجيد، هنعمل لها إيه؟ ربنا ما بيكلفش حد حاجة فوق طاقته، وإنت عملت اللي عليك وزيادة المثل بيقول إيه؟ إنصح صاحبك من الصبح للعصر، ما سمعش، وجيه عليه المغرب ضلله، وإنت لا ضللتها ولا خبت عنها حاجة أهو، لآخر لحظة وإنت حرق دمك عليها وما فيش فايدة والله يا عم أنا كنت عايز منك طلب يعني بس ما تسيب شوية أطلب يا عبانة، ما أنت ما بيتأخرنيش طلب هو أنا كنت عايزة أشتري شاقتين جداد لشادية وفادية في مرة تانية من بتوعك مش معنى أصلي يعني كنت عايزة الشاقتين اللي تحت هي أفتحهم مكتب تصدير واستراد كنت عايزة أصدر جزء من محصول تصدر ولا تستعردها، ها؟ مش فاهم على عموم ما تفرقش يا حودة، الشاقتين بتوعك وهو كل من حسابك هتجيب واحد يا عمي بس اللي أنت بتفكر فينا يا محمود، مش هيحصل أبدا اطعا يا توم عشم إبليس في الجنة يا محمود ها؟ ترجمة نانسي قنقر